ترأس وزير الخارجية سمح شكري مع نظيراتها البلغارية عمال الدورة الأولى للجنة التعاون المشترك حيث تم توقيع عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم أكد الجانبان التزامهم الوسيق بتعزيز العلاقة السنائية وتعزيز التعاون السياسي إلى مستوى أعلى بما يعكس الطبيعة الاستراتيجية للعلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر كما أكد الطرفان اهتمامهم البالغ بدفع التعاون السنائي في مجال الطاقة وتعزيز جميع الأنشطة المتعلقة بتنمية القطاع الخاص لسيما الأطر التنظيمية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك تشمل تشجيع أنشطة الشركات الناشئة ذات المنفع المتبادلة استعرد الوفد المصري الفرص المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فضلا عن التطرق إلى التوترات الجيوسياسية المتزايدة التي تهيمن أعلى الساحة الدولية الرهنة